شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج وذلك بحضور قرابة الألف مشارك من حوالي 55 دولة من بينهم ممثلون عن 66 من رابطة من روابط جاليات المصريين بالخارج وناقش المشاركون أداء الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة وفرص تخطي العقبات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما تم تحقيقه من إنجازات وكذلك الترويج لفرص الاستثمار لضمان المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج في الاستثمار بمصر وأكد أعضاء الوفد أن الجاليات المصرية بالخارج بها الكثير من الطاقات التي يمكن استغلالها بما يعود بالنفع على مصر مشيرين إلى أن كل مصري بالخارج عليه أن يدخر أي جهد في مساعدة وطنه